مرحبا، سأتحدث اليوم عن قضية أسارة ضجة كبيرة وجدل كبير في أوصات السوشال ميديا عندما أدرجت إحدى السيدات الفاضلات وهي فنانة معتزلة فنانة سابقة تدعى أمل حجازي على صفحتي على فيسبوك منشورة أن يتحدث عن الكلب ونجاسة الكلب وقالت في منشورها بأنه لم يرد في القرآن الكريم ما يؤكد بأنه الكلب هو حيوان نجس وأن الأحاديث التي تتحدث عن نجاسة الكلب هي أحاديث غير مطابقة لما جاء به القرآن الكريم وبالتالي هي بدرجة ما لا تؤمن أو بشكل مطلق لا تؤمن بهذه الأحاديث التي لم يأتي على ذكرها القرآن الكريم ولم تأتي مطابقة لما جاء به القرآن الكريم سأقرأ أنا بشكل سريع ما جاء في منشورها الأول الحديث أن الكلب نجس هو مخالف للقرآن الكريم الكلب هو صديق وفي وحنون ولو كان نجس لكان الله ذكر لنا هذا في القرآن ذكر لنا هذا الموضوع مثلما ذكر أن لا نأكل الخنزير لأنه مضر بالصحة وهو أيضا ليس نجس فهو من مخلوقات الله والله لا يخلق شيء نجس فقط لحمه مضر بالصحة إلى إلى آخره وكان في نهاية هذا المنشور عبارة جدا مهمة وهي هذا رأي أو هذا رأي أعجبكم أم لم يعجبكم المهم أن هذا صديقي الجديد يعني في إشارة إلى طبعا أرفقت المنشور بصورة لكلب أعتقد بأنه هو كلبها الجديد بعد هذا المنشور انهالت التعليقات بالآلاف لكي تتراوح يعني لن أتحدث عن من كان يقف إلى جانب هذا الرأي إنما انهالت كثير من التعليقات وهذه التعليقات للأسف يعني الشديد دائما تنم على أنه إذا شخص اختلف معك بالرأي لازم أنت تشتمه لازم تستهزئ فيه ولازم تتمسخر عليه ولازم تصفه بعبارات جدا قزيرة ولعل ما جاء في كثير من التعليقات التي تدافع عن هذه الحادثة تتحدث عن نجاسة الكلب أكثر نجاسة من الكلب إذا كان نجسا بعد ذلك طبعا ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وتم مشاركة هذا المنشور لكي تتعرض السيدة أم الحجازي إلى انتقادات واسعة في أوساط السوشال ميديا ولكي يخرج دار الإفتاء أو تحديدا طبعا دار الإفتاء في مصر لإبداء رأيه وحسم ممفتي جمهورية مصر هذا الجدل حول حكم تربية الكلاب في المنزل إلى آخره وطبعا قال بأنه لا يوجد ما يحرم تربية الكلب والكلب ليس نجسا وأنا قرأت بعض الشيء في هذا الإطار ورأيت بأنه هناك يعني ليس ما هو موجود في هذا الإطار في القرآن الكريم وهو يتراوح الموضوع بين مذاهب دينية تقول بأنه هناك هذا الكلب نجس ومذاهب أخرى مالكية وحمبلية تقول بأنه لا يوجد نجاسة عند الكلب بغض النظر وأنا لست هنا بمعرض الحديث عن إفتاء والحديث عن أهل أن الكلب نجس أم ليس نجسا لكن حقيقة يا جماعة أنا أردت أن أخرج لكي أقول أمر في غاية الأهمية أننا شعوب تتصيد بعضها البعض على الكلمة وقد يخرج الآن أحد الأشخاص يقول لي هذا الأمر يمس في ديننا الإسلامي وهذا الأمر هو أمر يعني وسيدة أم الحجاز هي شخصية مؤثرة ويتابعها كثير من الناس ويتابعها كثير من الناس وقد تؤثر في الآخرين وهي تشوه ديننا وإلى آخر من هذه الأمور أنا أقول يا جماعة بداية اقرأوا جيدا ما قالته في منشورها هي قالت هذا رأي هذا رأي الشخصي هذا رأيها الشخصي هي لم تقل أنا أخرج لكي أفتي هي أعطت رأي طبعا كما قلت يقول البعض أنهم لا يوجد رأي في إطار الدين وفي إطار هذه الأمور موضوع النجاسي عند الكلب هو موضوع يعني ليس موضوع مصيري وليس موضوع يعني إذا رب الواحد كلب نهار الاقتصاد العربي والإسلامي وليس إذا واحد حط على رجلي أو بحضنه كلب فنهارت الأخلاق العربية والإسلامية وموضوع الكلب ونجاسة الكلب هي يعني من المواضيع التي يعني أنا أستغرب هذا الهجوم العنيف الذي شن على السيدة أمل وأنا أريد أن أنوه إلى نقطة بأنني لست بمعرض أو بموقف الدفاع عن السيدة أمل حجازية هذه السيدة سيدة محترمة شاء من شاء وأبى من أبى وهذه السيدة لديها عائلة وأسرة وأطفال ويعني من المعيب أن يكون هناك من المسيئين الذين كما قلت وأكرر ما ورد في تعليقاتهم هو النجاسة بذاته فلا تتحدثوا عن نجاسة الكلب إذا كانت أخلاقكم نجسة وتعلقون بهذه الطريقة وبهذا الإسلوب النجس والقذر والذي لا يمثل الأخلاق بأي تصلة الهجوم على أشخاص بهذه الطريقة وهي أبدت رأيها قبل أن تهجموا وتنفسوا من أفواهكم ما خرج اقرأوا المنشور جيدا ردوا باحترام تستطيعوا أن تقولوا ما احترامنا لرأيك سيدة أمل أنا ما معلمكم كيف تردوا لكن هيك بيردوا بأخلاق وبأدب لحتى تعبروا يعني عن إسلامكم اللي عم تدافعوا عنه ما احترامنا لرأيك سيدة أمل لكن أنا أرى بأنه كذا كذا وما ورد في الحديث الكذا وأنا أرى بأنه هذا الموضوع لكن أنا أحترم رأيك هيك بيردوا بأخلاق أخلاق الإسلام وأخلاق الإنسانية أما هذا الهجوم بهذه الطريقة يعني لا ينم إلا عن انعدام تام للأخلاق ونتساءل 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 لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه في بلادنا العربية والإسلامية لأننا نفتقد للأخلاق نفتقد للحوار نفتقد لأدبيات الحوار ونهاجم من يختلف معنا بالرأي طيب مين قال لك أنه أنت أخي رأيك هو الصح يعني مين قال لك أنه رأي السيدة أمل هو غلط ورأيك أنت هو الصح ومين قال لك أنه هذا الحديث هو صح مين قال لك بأنه هذا الحديث نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعني بحزافيره صح مين قال لك أنه هذا الحديث لم يتعرض للتشويه مين قال لك ومين قال لك ومين قال لك ليش دائما كل واحد فينا بيعتبر حاله أنه هو الصح المشكلة في هؤلاء الذين لا يعني يسمعون لرأي الآخر وقلت أبدت رأيها وقالت هذا رأي عجبكم ما عجبكم هذا رأي تحترموه ما بتحترموه لكن لا تسيئوا بهذه الطريقة هذا هو مجتمعنا يعني ما بعرف من وين نجيب ناس بأخلاق عالية بعرفوا أدبيات الحوار بعرفوا أدبيات النقاش وبعرفوا أنه يردوا على الناس بشكل مؤهم ومحذب المشكلة هؤلاء نفسهم يطلعوا بيحكوا بالاسلام المشكلة هؤلاء نفسهم يطلعوا بيحكوا بيحكوا على أنه هنين عام بدافوا عن الاسلام و عام بدافوا عن رسوله Olaf USD و عن أحاديث النبيig school yl philosophy اقراوا جيدا ما جاء في المنشوروا وبعدين اطلعوا واحكوا وانتقدوا ايضا لديه أدبيات يا جماعة عيب 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 هذا الشيء اللي نحن شفناه اللي عم نشوفه بقمة العيب وقمة يعني ما بعرف شو بدي أحكي بهذا الإطار بكل الأحوال تحياتنا لهذه السيدة وتحياتنا لكل المحترمين الذين أعلقوا وأنا قلت وأعيد أكرر في هذا الفيديو أنا لست بصدد لا أن أدافع ولا أن أفتي ولا أن أقول بأنه نجاسة الكلب موجودة في القرآن وموجودة في الأحاديث وهي مثبتة وهي صحيحة ولا لأن أقول بأنه يعني الكلب نجس وفلان نجس وفلان علتان نجس نحن ما يخرج من أفواه الكثيرين هو أكثر نجاسة من الكلب إذا كان الكلب نجسا يعني قضية ليست بهذه القضية المصيرية التي يعني دمرت مجتمعات إسلامية ودمرت مجتمعات عربية هناك بشر بشر يعني تحدثوا عن نجاسة الكلب هناك بشر أنجس من كل هذا دمروا بلادهم وسرقوا بلادهم وعاسوا فسادا في الأرض وأحرقوا ما أحرقوا وقتلوا ما قتلوا وزبحوا من زبحوا ونحروا من نحروا وسرقوا ونهبوا وإلى آخرين وأنتم تعرفوا يعني ما يحدث في البلاد العربية التي تشهد حروب تحت راية الإسلام وهم هؤلاء يسمون أنفسهم مسلمين وللأسف الشديد أنه يعني ما قام به البشر أو كثير من البشر لم يقم به الكلب لم يقم به أي حيوان آخر هذه الحالة من التوحش التي يعيشها كثير من البشر اللي اسمهم بشر من الناس الكائنات اللي اسمها بشرية لم يقم به الكلب ولم يقم به أي حيوان آخر على هذه الأرض لذلك قبل أن تهاجموا قبل أن تنفعلوا بهذه الطريقة تأدبوا هذا كل ما ودت قوله في هذا الفيديو تحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر